اشتركوا في القناة في منامها ان هي مثلا بيتفض غشاء بكرتها الحلم ده بيشير ان فيه سعادة بتنتظرها وفرحة قادمة اليها او امنية هي بتتمنيها تتحجج وان حياتها تتغير في القريب باذن الله للافضل ويتفض غشاء البكرة في المنام للمتزوجة الحلم ده ايضا يعني يعني انما تشوف في مثلا وحدة متزوجة ان في منامها يعني بيتفض غشاء بكرتها المعنى ان في حب بينها وبين زوجها متجدد دائما مش هيعكره اي خلافات او اي مشاكل ربما ان فيه رزق قريب جدا باذن الله هتحصل عليه هي وزوجها ربما ان شاء الله فيه حمل لها في القريب العاجل اما لو واحدة حامل شافت في منامها فض غشاء بكرتها الحلم ده بيشير لتيسير وتسهيل ايامها القادمة بشرة لها بالخير وتحقيق المراد ربما ان شاء البكرة في المنام بالنسبة للبنت العزباء او المطلقة او الارمالة اشارة للزواج القريب قد تكون خير وفرحة كبيرة هتحل على اهل بيتها اما عند المتزوجة فمعناها سعادة غامرة هتشملها هي وعائلتها روتفاط غشاء البكرة مصحوب بسعادة يعني 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 لازم ناخد بالنا من الحتة دي اذا كان غشاء البكرة مصحوب بسعادة الحلم هنا بيكون محمود يعني معناها ان شاء الله في يعني قدوم اخبار مفرحة معناها ان شاء الله في تغييرات في حياتها للافضل واذا كان مصحوب فض غشاء البكرة بالبكاء والصراخ بشارة خير وفرحة وسعادة قديمة للرأية للرأية باذن الله فض غشاء بكرة العزراء في منام الرجل يعني لما يشوف الرجل في منام ان هو بيفض غشاء بكرة العزراء الحلم ده بتدل على قدرته على تجاوز الصعاب والمشاكل اللي بيواجهها في حياته معناها ان شاء الله ان هو يعني هيوصل للي هو بيتمناه معناها ان شاء الله في تحقيق لأمتياته في القريب العاجل باذن الله الرأية دي ربما ان هو هيتجوز من امرأة صالحة باذن الله في القريب العاجل فرؤية 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 فض غشاء البكرة في المنام من الرؤى المهمة جدا اللي لازم ياخد باله الرأي منها فاذا كانت مثلا يطرى الفض غشاء البكرة ده كان مسحوب بسعادة ام يطرى كان يعني عبارة عن يعني اهتصاب هنا بيكون رؤية غير محمودة واذا كذلك اذا كان فض غشاء البكرة فيه صراخ او كان فيه لطم او كان فيه اه يعني عنف للرأي هنا بتكون رؤية غير محمودة وبتدل على مشاكل او هموم ربما هي هتوجهها فلازم ناخد بالنا من تفاصيل الحلم كويس جدا علشان يكون التفسير مزبوط ربنا بشاركم وكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فصرها ياريت اكتبها الاسفل الفيديو علشان نفسر لكم في اسر وقت ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم وتوصل لكبر قدر منكم من الناس وإلى اللقاء فيديو أخر والسلام عليكم ورحمة الله